والنهار ده الموضوع بجد مهم لكن يعني هدخل معك في تفاصيل بس أنا حدق مع حضرتك الأول بسؤال بسيط أنا دلوقتي ممكن أكون مش من الأشخاص اللي ممكن تكون بتوزن نفسها كل يوم يعني فيه كتير من أنا كده ولكن أستشعر منين أن أنا دلوقتي محتاجة أخد بالي من وزني فيه حاجات أكيد بتحصل ممكن تديني علامات غير أن أنا أكون شايفة أن أنا مظبوطة جدا في المريء إنه فيه ناس كتير فيك بتوعف الخطأ ده دي حقيقة دي حقيقة كلمة مظبوط جدا وسؤالك لطيف جدا وأعتبر صراحة يعني تحقيق لي هو مختلف وجديد صراحة دايماً بنتكلم عن مؤشر زي يا دكتور نعرف إحنا زايدين أو قلين لكن خلينا نتفق مع بعض إن 3-4 الناس ما عندهاش ثقافة الميزان وإن أنا لازم إسبوعياً أو ذي نفسي حتى لو أنا مش تخين مش رفيع زيادة ما بروحش للدكتور فكرة أنا عندي ميزان أتابع عليه زي ما بتابع حاجات كتير وزني شكله إيه فناس كتير بتكتشف ده وهم زعلانين أو يا دكتورة الحقيني أنا تخنت 25 كيلو طب حضرتك أو حضرتك ما اكتشفتوش إن أنتو تخنانين 25 كيلو قبلها ليه بقى؟ عشان بيتغادوا عن فكرة وده السؤال بقى الحجب تسأليه إن أنا السايز بتاعي قفلة البنطلون البلوزة بتاعتي لبسي ابتدى يدي تدريجياً الكم في الابتدى يتملي جوه دراعي مالا الكم بقى شادت شوية ما بناخدش بالنا بنفتح في الأكل تدريجياً ما بيبانش على طول الزيادة في الوزن في المقاسات بتاعتنا لكن فجأة بيبتدوا يحسوا إن السايز بتاعنا كان سمول بقينا ميديم تغاضينا إن بقينا ميديم عادي يعني يقول لك ما ممكن يكوني المركب بالزبط يسمي يا دكتورة مخز مية بنلاقي النفسي إنه شايف عظيمة أعذار كتير جداً لكن يا جماعة خلي كده فيه ألارم أو راد فلاك أول من نحس إن وشينا بتدى يعني فيه امتلاء خدودنا ظهرت بتارت المنطقة الدابل تشين تظهر عندنا مقاساتنا بتارت الحاجة تديق شوية تدريجياً بعد كده وبقيتش بتقفل لا ما تستنوش بقى ما نستنوش يبقى عندنا عشرين كيلو وخمسة وعشرين كيلو كل ما كانت الرحلة وصيارة كل ما النتيجة إن شاء الله تبقى أسرع وأحسن فخلينا نقيس كده بالحاجات دي من غير حتى مزين أوكي